ولازم نحن نتصوروا أيها الإخوة الأفاض بأن العمال الجزائرين اللي في الجزائر من كل ثلاث عمال اثنين أجورهم تدفع من البترول والغاز ماش بقيمة العامل ماش بقيمة المؤسسات الاقتصادية فتصوروا مستقبل قريب لا يبقى فيه بيترول ولا غاز لأن لازم نعرفوا أيها المواطنون أيها السادة والسيدات بأن أزمة البترول تعالجزائر ماش مرتبطة بأسعار البترول فقط بدليل أن السنة الماضية ارتفعت أسعار البترول ولكن النمو تع المداخيل من البترول والغاز هي نقص واحد في المئة علاها أصبح حناية ارتفاع أسعار البترول لا ينفع كثيرا ينفع نسبيا لأن أزمة البترول في الجزائر مرتبطة بتراجع الإنتاج ومرتبطة بارتفاع الاستهلاك المحل هذا هو السبب وبعض الدول إفريقيا صارت قوة كبيرة لأن لو نجحنا حناية في الطاقة المتجددة ينقص الاعتماد على الطاقة التي يجي من الغاز نحن لا تزال الكهرباء أنتعنا إلى حد الآن 98% من الغاز المفروض لمكسينيرجيتيك ندخل في الطاقة الجديدة حتى ننقص من استهلاك الطاقة تع الغاز وتع البترول فنحن نستهلك الآن نصف وش نخرجه من تحت الأرض ولذلك الحكومة هي نفسها تقول هي نفسها تقول باللي في 2025 إذا بقى الحال كما هو عليه لن يبقى بترول نصدره للخرج الشي اللي نخرجه من تحت الأرض من البترول نستهلكه حنا في 2030 الحكومة نفسها تقول باللي لن يبقى هناك غاز نصدره للخرج يعني بمعنى الغاز اللي يخرجه من تحت الأرض نستهلكه حنا طيب إذا كان حنا ما يبقى ناش ما نبيعه للخرج من فطر الغاز من ندخل الدراء ما عندناش تنمية ما عندناش مؤسسات الغاز الصخري إلى اليوم إلى الآن مردوديته ليست مجدية إلى حد الآن لماذا لأن البلد الواحد الذي يملك تكنولوجيا إلى الآن هي أمريكا لأن سعر البرميل في أمريكا يقدر وصله إلى 45 يعني كلفة في حين أن لكي يكون الغاز الصخري مجدي يجب أن ترتفع أسعار بيترولا غاية 80 8 دولار للبرميل وفيه مشكلة آخر أساسي وهذا الكلام لي نقابلوا به المسؤولين وما يقدروا يردونه أن الغاز الصخري موجود في الدول كثيرة جداً والدول لا تنتجه الآن بسبب البيئة أو بسبب قلة المردودية ولكن لما تتطور التكنولوجيا وتعمم التكنولوجيا تقعين باناليزا سعود للتكنولوجي والدول كلها تعد عندها التكنولوجيا التي تنقص الكلفة وتحفظ من المخاطر البيئية البلدان كلها ستستعمل الغاز الصخري فيفقد قيمته السوقية يفقد القيمة لفالور مارشونتا ويفقدها فيصبح موجه ريا موجه حاجة التي نقدر نبيعها ونقدر نستفيد منها يا ربي نستعملها في الاحتياجات المحلية اشتركوا في القناة